يعني خلينا نبدأ مع حضرتك من حيث يوصل قطار الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا ما يحدث في قطاع غزة والحديث عن ورقة مصرية أو عن مبادرة مصرية لحل الوضع في قطاع غزة الحقيقة الدبلوماسية المصرية منذ اليوم الأول لاندلاع المشكلة الأخيرة إنما هي موجودة في القضية كل الوقت وطول السنين لكن إذا تحدثنا عن الواقع الآن نقول أن الدبلوماسية المصرية لم تنتظر لحظة بدون جهد في كل الاتجاهات ولكن مهم جدا أن نعلم ونضع الضوء على المواقف الأخرى والمواقف المتشددة لهذه المفاوضات مصر تقدم اقتراحا طول والآخر وترى بمنتهى الواقعية السياسية أنه يجب وقف إطلاق النار اندخال المساعدات هذا منذ اليوم الأول للمشكلة في 7 أكتوبر ووجدنا أن هناك تشددا كبيرا تضيع الوقت مسألة خطيرة ويجب على الإدارة الفلسطينية بأصواتها المتعددة أن تصل إلى صوت فلسطيني واحد لأننا نرى أشياء على الأرض تثير وتعطي الفرصة تثير الأسئلة وتعطي الفرصة لإسرائيل لتفعل ما تفعل الآن صحيح كان السؤال في البداية ماذا لو قتت هذه الحرب وفي موقف فلسطيني موحد لا كان الأمر سيختلف كثيرا ده هناك مفاجآت كبيرة يعني صحيفة لوفيجارو الفرنسية صرحت بأن خالد مشعل وهو قيادي حماس صرح بأنه منفتح وحماس منفتحة على الاعتراف بإسرائيل وهذا تغيير في المنهج كبير ظهرت مفاجأة أخرى منذ أيام ولكن الحقيقة المتابعة للتحليل السياسي لا يتفاجأ كثيرا يعني أنا لا أتفاجأ الحقيقة إنما هي بالمعنى اللغوي تصلح مفاجأة إيران تقول هذه العملية 7 أكتوبر والمتحدث الرسمي للحرس السوري الإيراني اسمه شريف شعبان أن هذه العملية انتقاما لمقتل قاسم سليماني ثم عاد رئيس الحرس السوري ونفى ذلك ثم عاد وقال حزب الله حسن نصر الله هذه عملية فلسطينية الآن هل هذا وقت ليه التنازع على هذه الفكرة وفي كل وفي الآخر من يدفع الثمن هو المواطن الفلسطين بالزبط وحضرتك زي ما تفضلت مني أدفع الثمن أخيرا الطفل الفلسطيني المواطن الفلسطيني يجب أن يكون هناك حرس اليوم الجمعة ستستقبل مصر وفدا من حماس للمقترح المصري الذي قامت مصر بتعديله مرة أخرى حتى يصبح عليه توافق يجب أن تشعر إدارة حماس والإدارة الفلسطينية عموما بأن توحيد كلمتهم أساسي حتى لا يعطي الفرصة لإسرائيل أن تقول هذا يقول وذاك يقول يجب أمام العالم أن يبدو الصوت الفلسطيني صوت واحد يجب أيضا الاهتمام بإقدارة الوقت لأن هذا الوقت ليس بالأيام الآن يجب أن يكون بالساعات ترجمة نانسي قنقر